يعد عيد الحب الذي يوافق الرابع عشر من فبراير من كل عام ذروة مبيعات الورود الحمراء لكن هذه المناسبة تستدعي توفير ورود حمراء من حول العالم مما يسهم في زيادة الانبعاثات الكربونية بسبب الإجراءات اللوجستية في نقلها واستيرادها بالشحن الجوي من دول عدة أمر دفع بعض تجار الظهور في عاصمة الرومانسية باريس لثني الزبائن عن شراء الورود لتقليل البصمة الكربونية ولتشجيع المستهلكين على تجربة بدائل يمكن زراعتها محليا مثل زهرة الزنبق الأحمر التوليب لكن لسوء الحظ خاض بائع الزهور المتضامنون مع قضايا البيئة صراعا مضنيا من دون نتيجة بسبب التقليد المترسخ في إهداء الزهور الحمراء فقط لهذا النوع من المناسبات وكشفت لهم هذه التجربة عن أن تقليد إهداء الورود الحمراء في عيد الحب لا يمكن للناس أن يعدلوا عنه فالوردة الحمراء لا تزال وردة عيد الحب